التطور والانتخاب الطبيعي عندما نسمع مصطلح التطور يتبادر إلى أذهان الكثير تلك العملية التي بموجبها تتغير الأنواع وتتكيف وربما تتحول إلى أنواع أخرى أو تتعرض للانخراج إلا أن هذا على وجه التحديد هو تطور أشكال الحياة عن طريق الانتخاب الطبيعي يقصد بالتطور بوجه عام التغير أو الارتقاء ويوجد الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تتطور أو تتغير وبطرق شتى على سبيل المثال يمكن للكون أن يتطور أي يتغير وفقاً لقوانين الفيزياء فتتشكل المجرات وتدور الكواكب والأقمار في مداراتها وتنفجر النجوم وهكذا وهذا لا يعني أن نظرية البقاء للأصلح لها وجود على النطاق الكوني بأي شكل فإن وجدت فستكون هذه التغيرات ناتجة للانتخاب الطبيعي أليس التطوراً؟ بالمثل يمكن أن يتطور التكوين الديمغرافي للولايات المتحدة مع ولادة أطفال جدد ونزوح الشباب إلى المدن وقدوم مهاجرين إلى البلاد وما إلى ذلك من هذا المنطلق التطور يعني التغير فحسب ألا يستطيع أحد إنكار أن مثل هذه التغيرات تحدث فالأدلة عليها دامغة وبالمثل ففي الوقت الذي أجرى فيه تشارلز داروين أبحاثه كان علماء أخرون منهم داروين نفسه قد شرعوا فعلياً في جمع كميات هائلة من الأدلة التي تظهر أن طبيعة الحياة على سطح الأرض تغيرت تغيراً جوهرياً بمرور الوقت لا تكشف أقدم الصخور لدينا عن أثار تدل على وجود حياة في حين تظهر الصخور الأحدث حفريات لعوالق وتحالب بحرية وحلزنات وأسماك وأشجار وحشرات وضينصورات وثديات وغيرها ولا ينكر أحد إطلاقاً حقيقة أن الحياة على سطح الأرض تتغير بمرور الوقت وهذا هو جوهر التطور مطرحه داروين في نظرية الانتخاب الطبيعي هو تفسير لكيفية حدوث هذا التغير بصورة طبيعية وهو تغير تدعمه أدلة قاطعة ربما نجد في كارثة مكوك تشالنجر عام 1986 مثالاً توضيحياً حيث أظهرت جميع الأدلة أن مجموعة من الجزيئات يطلق عليها اسم تشالنجر تحولت بصورة مأسوية من مكوك فضائي ومعززات صاروخية إلى سحابة من الغاز والحطام عقب انطلاق المكوك الفضائي بوقت وجيز تمثل التحدي أمام العلماء في ذلك الوقت في فهم كيفية حدوث الانفجار وتفسيره من أجل تجنب تكراره في المستقبل في النهاية قدمت نظرية دوائر المطاط التي تجمدت بداخل المعززات الصاروخية والتي قدمها ريتشارد فايمان تفسيراً مرضياً لسبب حدوث الكارثة بإمكانك معارضة تفسير فايمان لوقوع الانفجار أو معارضة تفسير داروين لكيفية تغير الحياة على سطح الأرض لكنهما تفسيران رائعان بالغاية لهذه الأمثلة الموثقة جيداً لحدوث التغير في الكون في النهاية سيستمر الكون في التطور ولعل أفضل ما يمكننا فعله هو تطوير مفاهيمنا فهذا جزء من الحياة وهذا هو جوهر العلم